السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي سؤال بيقول دولات لعمل مقرب المهندسي خارج لديهم مهارة التعاون مع البيم المهندسي خارجي اخر ليمتلك هذه المهارة من حيث الراتب والمكينة الوظيفية هما هي المهارات اللازمة المهندسي خارجي هتتعمل في الامراض او اي دولة ذات المستوى متقدم في الهندسة طيب لازم يفرق بين حاجتين بين حد اخد كورس وان حد اشتغل او اتضرب او مارس الموضوع تمام يعني يكون واحد قبل مما يتخرج يبدأ يشغل مثلا في مكتب ويبدأ ياخد الخبرة ديت دي متفرق كتير قوي وبين واحد خد كورس وده كويس مفوش مشكلة بس الناس بس ايه انه هو يطبق عملية حتى لو في مشاريع وهمية يعني بعد ما يخلص الكورس يبدأ يحاول يعمل اي مشروع حتى الاختار مثلا برج خليفة او اي برج ويبدأ يحاول يطبقه وده هيفيده كويس جدا المهندس اللي لسه متخرج من كلية بيبقى فيه مشكلة ان السيفي بتاعه بش مفوش حاجة تلفت الانتباه ان هو اه الراجل ده عنده ميزة انما لو هو بيزاكل مثلا في اي حاجة مثلا مش لازم بهم ممكن استدامة ممكن الراجل مهتم بالاسكادة مهتم مثلا اي حاجة مهتمة اي حاجة تجزب الانتباه تقول لان الراجل دوت سيفي بتاعه مميز لان الاف الناس بتبعت السيفي فايه اللي يخلي السيفي ده هو ده اللي سيقفني واتصل بيه بالنسبة للخليج وكده نصيح حاول تدور على اوروبا افضل لان السوم تتبع في الفترة ديت فالفرص اكتر في الدول الاوروبية وفي استراليا والدول الاخرى يعني المهارات انت بتحاول تزود المهارات بتاحتك بالذات الانجليزي بالذات الادارة بالذات التعاون مع الاخرين الحاجات دي بتفرق كتير جدا بتبدأ تشوف الاعلانات اللي موجودة في الدولة ديت وتشوف هما مركزين على ايه وتحاول تكسبها يعني فاردة مسلا ان انت بفتحت الجرائد فلاقيت في البلد دي كلها بيكلام عن حاجة اسمها اس او دابليو مسلا اما اس اكس مسلا فتعمل سرش تلاقيت الحاجة دي اه ده نازلة جديدة طب بتيجي ندور عليها الحاجة دي ممكن انت فدني طبعا انت بتدور في التخصص بتاعك وتبدأ بقى تحاول تتعلم الحاجة دي يعني كنت بعمل كده كنت بشوف الصفات اللي بتجيلي او الصفات اللي موجودة او اللي علانات المطلوبة في الخليج وهتدور عليها واشوف الحاجة وابدأ اه اشوف الحاجة دي هل ايه دي مفيدة بش مفيدة هل الحاجة دي اقرابة من شغلي بش اقرابة من شغلي وهكذا الواحد بيحاول شوف ايه السوق عايزيه يعني فاردة مسلا اه برنامج بعمل كتير لان هم ركزين على الريفت خلاص ادخلنا في الريفت اللي هنا فيه كذا مشروح هتعمل برنامج اخر غير الريفت خلاص بنشوف البرنامج ده ايه ونحاول نتعلمه وهكذا